بلدنا عندها القدرة نهاردة كله بسم الله ما شاء الله بنعمل ده بفوزنا النهاردة خلاص احنا كده ان شاء الله يعني مطش اللي جاي يكون مع تشيك تشيك المباراة لا تشيك انسحبت هيبقى المطش الجاي مين معانا هنلاعب مين اخر عندنا مطش الاتقديو يوم الثلاثة احنا لعبنا تشيلي لعبنا مقدونيا في لنا مباراة الاخيرة مين معانا في نفس السويد هنلاعب السويد هنلاعب مباراة المطش الجاي السويد فريق صعب جدا السويد شفت مطش مع مقدونيا حاجة مش عايز اقول لحضراتكم يعني خمسات ستات عندهم عندهم لاعب ما تعرفش اللعبة دي بطير ازاي كنت بتشوف مطش كونغو كونغو عندهم لاعب وزنه مية وعشرة كيلو وزنه مية وعشرة كيلو في كورة اللعبة مفيش الكلام ده بسم الله ما شاء الله طوله تقريبا يوصل لحد فوق كده لحد الانوار اللي فوق دي حد الكشافات اللي فوق بسم الله ما شاء الله وزنه مية وعشرة كيلو ياخد الكورة كانوا بيلعب مبارح قصاد مين عايز افتكر كانوا بيلعب قصاد مين مبارح ياخد الكورة مع الارجنتين ياخد الكورة اهو اه سالم قدامك اهو مبارح كل جالوا خمس كور سجل اربع اهداف خمس كور اللي جوله سجل منهم اربعة زي ما حاك شايف كده المطش ده مبارح بتقوى الارجنتين مش عارفين يعملوا معايا ايه هو اي حد ده هزيه دبابة بشرية ولعيب حريف جدا بقول لحاك شوف وزنه مية وعشرة كيلو وطوله تلاتتاشر متر بسم الله ما شاء الله يقف في الملعب كله تحته كده هو ده وقع على لعب مبارح من الارجنتين انا قلت يا ربي اللعب ده ربنا يستر فاللاعب طبعا بتوع الارجنتين كلهم مش همامهم دخل فيهم جون لا اهو اهو والله الصورة دي مش همامهم جون همامهم اللاعب اللي وقع تحته فيعمل فيه ايه دماء هتفرم مين يا عم الحق بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ميلعبش كرة ميلعبش حاجة ده يلعب ايه رفع اسقال اوزان تقيلة مصارعة حاجة كده حاجات ملحاجات الجمدة لكن يلعب يد بالشكل ده مش ممكن تشوفوا المطش مبارح تقعد بس مركز على اللعب الكونغو ده بس مفيش حاجة تانية اتفرج ولعب وشوف عمل ايه مبارح في المطش وعمل ايه كمان بلوزن لا بلعيب قوي جدا جدا وبيجري ايه سرعة مفيش بعد كده بيلعب عداء لو عداء بتاع السباقات الحرة المت متر عدو ده بياخدهم مبارح كان بيعمل كده في الملحب جري وايه بيطير ازاي ده كان بيقع على الارض انا بقول يا ساتر ما هو بيلعب هو طاير كده طاير عشان نخط الستة متر قبل خط الستة متر فلازم يطير الترة دي فيرمي ويقع على الارض بقول يا ساتر يا رب قاين بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظ الجميع حاجة جميلة جدا فتتفرج بقى تشوف زي ما بقول لحضرتك تقدر يعني تشوف المتشاط بيعني حاجة جميلة جدا اشتركوا في القناة